واصلت تشكيلات من القوات المسلحة وقوات التدخل السريع التحرك والانتشار على الطرق والمحاور الرئيسية بالعديد من مدن ومحافظات الجمهورية للتعاون مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في تأمين الشارع المصري حيث استمرت قوات تأمين المواطنين بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في تنظيم الكمائن الثابتة وتسيير الدوريات المتحركة للمشاركة في دعم الجهود الأمنية بالمحافظات وتأمين المنشآت والأهداف الحيوية والمرافق الهامة وضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون في كافة أنحاء الجمهورية